دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة الشعب الفلسطيني للمشاركة في مسيرة مليونية تعتزم تنظيمها يوم الجمعة المقبل بمدينة غزة وقال القيادي في الجهاد الإسلامي خالد البطش أنه يهيب بالشعب للمشاركة بالمسيرة المليونية التي ستكون يوم الجمعة القادم في الخامس عشر من الشهر الجاري وأوضح أن المسيرة ستنطلق بعد صلاة الجمعة على امتداد شارع صلاح الدين بمحافظات القطاع الخمس وحتى الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر الجمعة وأضع البطش لأداء صلاة الجمعة في الساحات العامة القريبة من شارع صلاح الدين مطالب نائمة المساجد بتركيز الخطى بيوم الجمعة على القدس والوحدة والدعوة للمشاركة في المسيرة المليونية اقتحمت سلطات الإسرائيلية باحة باب العمود في البلدة القديمة بالقدس بينما أفادت مصادر اعلامية من الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة أربعة فلسطينيين بجروح إثر تعرضهم للضرب وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينيين تواقمها عالجت ميدانيا فلسطينيين اثنين ونقلت آخرا إلى المستشفى إثر تعرضه للضرب من قبل القوات الإسرائيلية أثناء مسيرة أمام باب العمود وأفاد شهود عيام بأن القوات الإسرائيلية اعتدت على المتظاهرين كما اعتدت على صحفيين متواجدين بالمكان وأخلط منطقة باب العمود بشكل كامل اشتركوا في القناة